على الارض التي تشبع استيطانا واشجارها التي تشعل نارا وحرقا يتمدد التطرف بقطعان من انفلتوا من عقالهم المستوطنون ومشاركتهم في الاعتداء على اهالي قريتي دير جرير وسلواد شرق مدينة رامالله تحت مرأة قوات الاحتلال التي كانت تراقب فحسب كان العنصر الابرز في المسيرة الشعبية المناوئة للاستيطان هذا الاسبوع طول الليل قطعوا الاسجار باخدوها كمان بزرعوها بمناطق اللي هي بتخصهم على سبيل ان هذا الشجر له عمر سنين وشجر دير جرير بالزات زتون دير جرير بالزات له نكهته له طعمه وطعمه وفايته فهم باخدوه بزرعوها على انه لهم فعقب انهاء المواطنين من صلاة الجمعة المقامة على الاراضي المهددة بالمصادرة تفاجأ المصلون بتقدم عدد من مستوطني ما تسمى بمستوطنة عفرة حاملين كل معاني الحقد والكراهية التي تصدى لها الشبان بكل تحدي وصلابة لتفشل محاولات الغرباء من طرد اصحاب الارض الامر الذي دفع قوات الاحتلال الى صب عدوانها على الاهالي اعيرة مطاطية وقنابل غازية اسلحة فتحها جنود الاحتلال باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة اكثر من خمسة عشر مواطنا بجروح وحالات اختناق حدد الاصابات ما بين 13 ل 15 اصابة في عنا عشر اصابات بالغاز اختناق طبعا كلها خفيفة تم معلاجها ميدانيا في عنا خمس اصابات بالرصاص المعدني تم ناكل اصابة منها لنادي سلواد وعلى مقربة من المكان بلدة سلواد التي اشتعل مدخلها غضبا رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة بعد تمركز عدد من الجبات العسكرية على مدخلها ومحاولة اختحامها على هذه الاراضي تتبدل الادوار وتتكامل بين تطرف المستوطنين وقمع الاحتلال وما بين هذا وذاك شعب يتحدى بغضب لن يهدأ فاما الحياة فوق الارض بحرية او الموت تحت الثرى بكرامة علي دار علي تلفزيون فلسطين